السرطين اللي بيتصدروا عن الله ومحبته لينا في الوسط المسيحي فنوح يصور لك ربنا يا حرام العاشق الولهان اللي مش عارف يعيش من غيرنا وإنه واقع في غرامنا وإن إحنا حاجة رهيبة جداً من غيرنا ربنا يا حرام هاي بقاعد حطت إيده على خده وعارف لما تسمح حتى الكرازة أحياناً قول ياس ليسوع قول ياس وكأنه بيتخيل كده كأنه بيبروبوز وربنا بقى يروح للملايكة هي قالت يس يعني الحقه ده 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 هي قالت أيوة خلاص في واحد رفع إيده وسلم حياته المسيح فالكرازة أحياناً بتكون إنه إيه يعني ربنا لا على فكرة الصورة دي غبية جداً غبية جداً جداً لأنه الإنسان على فكرة مش هو اللي هيقعد في سماع حزين وحاطت إيده على خده عشان انت مش بتمتع بمحبته أنت اللي لعمرك هتشوف إنسانية ولا هتوبة إنسان بدون العلاقة معاه ففيه تصوير لمحبة الله سازج صور الله ضعيفا ركيكا رخيصا يعتمد حتى في ساعاته وسلامه أن الباشا يتكرم ويقبل محبة الله ونوع تاني بقى وانت عارف الاسم العقائدي مش هسكر يعني عقائد اللي هو أن انت رمة ومنتن وبالخطية حالتك زي الزق ويقعديش تم فيها شتايم كتيرة بس يقول لي بس على فكرة ربنا أخلقه علي وبيحب طبعا دي صورة خبية وسخيفة جدا لأنه لا على فكرة ربنا يعني مش إنجاز لي أقولي يعني مش بيعصر لمونة عشان يحبني هو يارى فيها قيمة أنا فيها انترانسيك فاليو أني مخلوق على صورته وبعدين هو على فكرة مش بيتأذى يعني إنه يحبني هو بيمارس جوهره وطبيعته هو بمبسوط وهو بيحبني فولا هو مدلوء ولا هو مرغم يعني بس الصورتين اللي بينادى بهم في البسحة أنت دوس لقى فيه مبشرين أو واحد معلمين حتى بيكلمك عن الله إنه إلحق اعمل معروف إلحق بقى خلاص لأنه هو تعب قوي كده بسبب بعدك عنه يعني ونوع تانيت ليه دايما مكشر وغضبان وعمرك ما تلاقيه سعيد وبيكراهك كده في نفسك علشان يعني أنت أنت ولا حاجة وهو في زوقه وأخلاقه ومحبته بيقولك بيحب جسنته شكلك ما تستهلش فدولا طبعا يعني وجعتين يعارف يعني يعني عمالة فعلا أفكر في نفسي وفي الطرق اللي أنا عبرت بيها أو سمعت بيها طب هل أنا مبالغ في الصورة الكاريكاتورية دي؟ مش حاسس إنه إنك مبالغ يعني هي طبعا الكاريكاتور بطبعه بيبرز العيب هي عمرها ما هتتقال بالطريقة الفجة دي لكن فعلا ممكن في عواية كتير قوي نقدم نقدم الله على إنه هو اللي محتاجنا مش إحنا اللي محتاجينه مش إن إحنا في أزمة حقيقية وربنا هو فعلا المخرج الوحيد لنا لأنه بيحبنا ده من ناحية وناحية تاني فعلا التركيز العام على إنه أنت ما منكش أمل أنت يعني أنت زفت يعني بس ربنا لأنه من كثرة محبته التي أجزالها لنا في المسيح يسوع بيحبنا اشتركوا في القاة شكرا